اهلا بكم مرة تانية وبنتابع معاكم من جديد كل فعاليات مهرجان الجونة سينمائي 2020 واحنا النهاردة موجودين دلوقتي مع الفيلم اللبناني الاردني القصير شكوى طبعا للمخرجة فرح الشاعر واللي بتدور احداثه في بيروت لما البطلة بتروح تشتكي جزهة في اسم شرطة ولكن الموضوع كله بيتقلب عليها في الاخر طبعا انا معي دلوقتي المخرجة الجميلة فرح الشاعر اهلا بيكي ومبروك على الفيلم ومبروك على مشاركته في مهرجان الجونة شكرا جميلة جدا لظروف كورونا شكرا على المقابلة يعني طبعا احنا مقدارين ظروف كورونا عشان كده هي لفسها الماسك هي قلقنا جدا بس خليني في البداية طبعا يعني الاعلام دايما بيصور المرأة اللبنانية على انها مستقلة وقوية انتي اخترتي ان انتي طلعي دور المرأة المقورة وليلي ليه؟ حتى لو النساء اللي منشوفن على الاعلام او الناس بتتصورن انه هنه نساء قويات ومستقلات اوكي احنا مستقلين احنا في مننا كتير قوية بس بالنهاية السياسة هي بتتحكم فينا النساء غير يعني ممثلين بالبرلمان ممثلين بالحكومات وممثلين بالحكومات وممش عميان يعني ما عندن ما عندن قوانين لتحميهم ولا في سلطة تحميهم في كتير قوانين غير منصفة للنساء ان كان بالحضانة ان كان بالاختصاب ان كان بكتير اشياء نحن ببلد ديكتاتوري مستلمين ومافيا وابدا ما في قوانين لا تحمي لا الزكور ولا الاناس بس اكيد النساء بتتعرض اكتر من الرجال لعدم الانصاف بالقوانين طيب انتي في الفيلم اختارتي ان تقريبا الفيلم كلهم متصور في لوكيشن واحد اللي هو جواء الاسم ليه اختارتي انه يكون بس وان لوكيشن لانه حبيت بهذا الفين نسلط الضوء على قصة معينة يلي هي بتصير لما المرة تروح لتبلغ عن زوجة يعني محطوطة يعني الشخصية الاساسية اسمها هودا هي يعني بمكان واحد بيمثل اذا بدك النظام الابوي النظام الابوي القمعي مش بس المجتمع الزكور فتحطيها بمخفر مع رجال دولة يلي هن بمثل القوانين بمثل السياسيين بمثل كل القوانين غير منصفة فحسيت كتير مهم انه نضلم على هاي الشخصية بهالمكان لنحس مع بهالرحلة اللي رايحة فيها مع المعاناة اللي عم بتعيشها الاحداث اللي بتحصل دلوقتي في لبنان ملهمة لناس كتير وطبعا لو صناع السنما يعني طبعا قلبنا معاكم كاشا عبو مصري بس ايه القضية المعصرة اللي انتي ممكن تبتدي تفكري فيها بعد فيلم شاكوا دلوقتي؟ انا عم بكتب اول فيلم طويل لقلي بس حقول انه نحنا كل يوم بالبلاد العربية كل يوم في مصيبة جديدة دلأسف نعيشها وبلبنان كل نص ساعة في مصيبة جديدة بظل الفساد اللي نحنا عايشين فيه من قبل اللي مستلمين الحكم هقول اكيد يعني بالنهاية نحنا صانعين الافلام دايما بنستوحى من كتير قصص محاوطيننا فكل شي يعني على القليل انا شخصيا اللي عم بشتغل عليه اكيد مستوحى من كثير اشياء عم بتصير احوالينا خليني اسألك اخر سؤال ايه رأيك في مهرجان الجونة وبزات انك مشاركة فيه ايه الافلام اللي انتي تبعتيها وايه الافلام اللي انتي حبت تبعيها؟ في كتير افلام حقول يعني مهرجان ليجونا برابع سنة يعني من اول سنة وهلأ صرنا رابع سنة عام يثبت انه مهرجان جيد جدا كتير بروفاشنال والايمين على المهرجان باري باشنال باوت بامز بناء افلام رائعة كل يوم عم نحضر افلام وكل يوم رح نحضر لاخر نهار بالمهرجان نهار الجمعة يعني الاسكاتجول المعبّة شفتي ازاي الناس بعد ما خرجت من الفيلم مبارح؟ كان كتير حلو الفيدباك يعني رأي الجمهور والتفاعل معه والاسئلة انا جدا مبسوطة هيدا كان هذا العرض الاول الفيلم كان مبارح واليوم فيه تاني عرض و I can't wait فرح شاعر مخرجة فيلم شكوى القصير انا مبسوطة ان كنت معانا النهاردة من تلفزيون اليوم السابع شكرا لك ومرة تانية ألف مبروك كنا معاكم بنغطي فيلم شكوى القصير من مهرجان الجونس سينمائي كنت معاكم انا الشروق وجدي واستنونا وطبعونا على تيك تاك انستجرام فيسبوك وتويتر عشان تشوفوا كل حاجة جديدة شكرا لكم وبي باي اشتركوا في القناة